وفي القدس العربي أيضاً اعتقالوا 15 فلسطينياً في الضفة الغربية واستمرار اقتحامات المستوطنين للمسجد الأخصى المبارك اعتقلت القوات الإسرائيلية اليوم الثلاثاء 15 مواطناً فلسطينياً من مدن الضفة الغربية وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية وفال يوم إن الاعتقالات شملت سبعة من الخليل وأربعة من جنين وأربعة من رامالله وبيت لحم ونابلوس وفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس باقتحام عشرات المستوطنين صباح اليوم للمسجد الأخصى من باب المغاربة بحماية مشددة من الشرطة الإسرائيلية وذكرت دائرة الأوقاف أن المستوطنين اقتحموا المسجد الأخصى ونفذوا جولات استفزازية في بحاته وأدوا طقوساً تلمودية في الجهة الشرقية منه وعفق وكالة الصحافة الفلسطينية صفا نشرت شرطة الاحتلال عناصرها ووحداتها الخاصة منذ الصباح في بحات الأخصى وعند أبوابه لتأمين اقتحامات المستوطنين لافتة إلى أن شرطة الاحتلال واصلت التضييق على دخول المصلين الفلسطينين للأخصى ودققت في هوياتهم الشخصية واحتجزت بعضها عند بواباته الخارجية